العلم نور نافع محجوب عن كل عبد ليس منه يصيب فانشط ولا تقنع بجاهلك إنما بالعلم نفسك ترتقي وتطيب سل إن جاهلت وكن بنا متأسيا ها نحن نسأل والحبيب يجيب ها نحن نسأل والحبيب يجيب أحبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ثم أما بعد حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثوكم بإذن الله تعالى وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يضع الأمر أو القاعدة العامة في هذا السؤال والصحابة يستفسرون إنما عندهم الأمر بشكله الكامل ولا بصورته الكاملة وقد لا يستطيع أحدهم تنفيذ ما ورد في النصيحة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التسليم إذن لا بد من توجيه لا بد من بيان فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال على كل مسلم صدقة على كل مسلم صدقة هذا كلام عام ويؤيده ومعه الحديث الآخر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من الناس صدقة يعني على كل مفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة فيصبح الإنسان في يومه أو في نهاره وهو مطالب أن يتصدق على كل سلامة على كل مفصل على كل مكان في جسمك وهم 360 سلامة أو 360 مفصل أنت مطالب بكل وحدة منهم يكون عليك صدقة تتصدق الله أكبر كيف من وين عندي أو كيف الإمكانية ما لي قدرة فالصحابة يسألون والأمر طبيعي إحنا كمان نسأل هذا السؤال قيل أرأيت إن لم يجد أرأيت إن لم يجد لم يجد ماذا لم يجد صدقة هو مطالب كل يوم على كل مسلم يكون عليه صدقة طيب أرأيت إن لم يجد ماذا يفعل إذا ما استطع أن يتصدق قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق إيش معنى يعتمل بيديه يعني يشتغل بيده وينفع نفسه ويتصدق وهذا هو حال من حال الصحابة الكرام وحال غيرهم على سبيل المثال نذكر يعني مثالا لا حصرا فحيات الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاهم أكبر من أن تحصر في هذه المشاهد لما نذكر مثلا هذا الباب نذكر الصحابي الجليل أحد العشرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سعد بن الربيع الذي أراد أن يتنازل له عن نصف ماله فأبى قال له بارك الله لك في أهلك ومالك بعد أن عرض عليه أن يطلق إحدى زوجتي فيتزوجها عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه ويتنازل له عن نصف ماله أتذر بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن وهنا المربط الذي هو امتثل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال ولكن دلني على السوق هذه القاعدة التي اعتمد عليها جهابذة وأكابر علماء الاقتصاد في العصر الماضي وفي هذا الوقت ولكن دلني على السوق وين طريق السوق فأخذ حبلا وفأسا واحتطب وباع الحطب وجنامانا وجاء بعد فترة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب له ومعه مقدار حجم كبير جدا من الذهب رضي الله عنه وارضاه وكان عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه ممن لو تاجروا في التراب لصار ذهبا بخلاف كثير من الناس الله يعافيهم ويرفع عنهم البلاء لو تاجر في الذهب لصار ترابا أول ما يتاجر في أي شيء تيجي البلاء ووراه مباشرة ويخرب السوق ويخرب ما تاجر فيه نسأل الله أن يعافينا وإياكم وسائر المسلمين أما عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه كان إذا تاجر في التراب صار ذهبا وكان من أغنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فكان ينفق ويتصدق ومثل أيضا أبو يحيى صحابي صحيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وارضاه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وفي باب التجارة ربح البيع أبا يحيى الذي جاء فقيرا معدما لمكة ثم لما هاجر إلى طيبة على ساكنها أمضل الصلاة وتم التسليم اللي كان معاهم في مكة قالوا جئتنا فقيرا معدما تريد أن تهاجر بهذه الثيابة اللي عليك وهذا النعيم العز لا والله لا تهاجر ولا تتركن إلا تعطينا كل المال وكان ماسك رمح واقف قال إنكم تعلموني أني أرماكم ولكن ما تريدوني المال أعطيكم المال وتنازل لهم عن كل المال أعطاهم المال كله حتى أنه دلهم على مال الله تحت أسكفة الدار موجود تحت عتبة الدار روحوا ارفعوا وخذوا قالوا حتى ثيابك اللي عليك فخلع ثياب اللي عليه ولبس ثياب بالي وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم فلما أقبل رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى وقل كن أبا يحيى الصحابة طبعا من السغربين أي أبو يحيى أبو يحيى معروف عنه الرفاه والنعيم والعز وهذا اللي جاي ثيابه مقطعة ولكنه كان قد انخلع من كل ذلك يبتغي ما عند الله تبارك وتعالى ومثله طلح بن عبيد الله ومثله عثمان بن عفار رضي الله عنه وارضاه ومثله كثير من الصحابة الذين كانوا معروفين بالغناء والثراء وزبير من العوام وغيرهم الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يبتغون ما عند الله تبارك وتعالى ويحجزون ما وقعهم في الجنة بأموالهم بماذا؟ بالصدقة الصدقة التي قال عنها رب العزة تبارك وتعالى أو التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصدق أحدكم بعدل تمرت من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة إلا تلقاها الله بيمين ونماها لأحدكم كما ينمي أحدكم فلوه وفصيله ولد الناقاء ولد المهر حتى تأتي يوم القيامة وهي مثل جبل أحد عدل تمرة مقدار تمرة يعني بكم تمرة تمرة بكم مقدار تمرة من الكسب الطيب إلا نميت حتى صارت مثل جبل أحد فهذا مصداق يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق يحجز هذا الرجل الذي حمل هذا الفقير حمل عنك هذا العبء وشال الأموال هذه وراح فيها أنت ما ينفع الكفن ماله جيوب ولكن الفقراء اللي أعطيتهم في الدنيا شالوا هذه الفلوس ووصلوا لك إياه بأسرع طريقة توصيل لتكون أمامك عند الله تبارك وتعالى فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع ما استطاع أن يشتغل ما عنده إمكانية ما في قدر أو ما جاءه يكفيه ووعياله بالكاد فقال يعين ذا الحاجة الملهوف يعين ذا الحاجة الملهوف وهذه صورة إما أن يكون عنده ماله يدور على واحد ذا حاجة ملهوف ويعطيه أو أن يكون بالشفاعة وبالسعي في أمور الناس ما عنده إمكانية يتصدق ولكن عنده وجاها له قيمة عند الناس ممكن يرفع سماعة التليفون ويكلم يا فلان ترى أنا أمرسلك هذا الرجل ليس ليأخذ حق أحد بالواسطة ولا ليقفز مكان أحد لا ولكن لأن هذا الرجل فقير مستحق وهو صاحب دين وأنا أعلم أنه يستحق هذا الأمر وهو مظلوم أو مغبون فاسعى في حاجته فهذا الملهوف لما شفعت أنت ويسرت له الأمر دخلت في هذا الباب وانتقلت إلى صورة أخرى فتصدقت فأديت ما عليك أديت الوجاهة التي أكرمك الله بها تبارك وتعالى لتؤدي ما أمرك به الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أو قيل أرأيت إن لم يستطع يعني ما عنده يعني فيه كثير من الناس يرفع سماع التليفون أو يتكلم أو يروح بنفسه توكل على الله ما له هذه الهيبة عند الناس مشكل واحد هذه مكرمة ومنحة من الله تبارك وتعالى لا تعطى لكل أحد فيه ناس بس مجرد كلمتها مجرد ذكر اسمها يحل المشكلة بأمر الله تبارك وتعالى وفيه ناس لو راحتوا جمعت خلفها مئات من الناس لا وزن لهم ولا قيمة طيب فإن لم يستطع قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير يخي فشلت في كل هذه الأبواب ما استطعت أن تتصدق ما استطعت أن تعمل بيدك وتنفع نفسك وتصدق ما استطعت أن تغيث ذي الحاجة المنهوف تأمر بالمعروف والخير تأمر بالمعروف والخير والله شايف ناس بأمر معين والله ناس وقع في شر تقول يا جماعة تقول الله عز وجل هذا الكلام لا يجوز هذا الكلام لا يليق وشايف ناس على منكر تنهاهم عن هذا المنكر فتأمر بالمعروف وتنها عن المنكر وتأمر الناس بالخير وتدلهم عليه أي تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وتكون مقدما بين الناس آمرا بالمعروف كما هو حال أمة محمد جميعا التي تأمر بالمعروف وتنها عن المنكر هذا ما ميزنا الله به عن بقية الأمم كل الناس تقدر؟ لا والله في ناس زي ما نقول بالعامية خاف من ظلها يا عمي لا أنا خاف أروح أمر بالمعروف يزعل مني يروح يوديني في ستين ده يعمل ويسوي لا 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 أريد اكفوني شرع الموضوع وخلوني بعيد لا أمر بالمعروف ولا أنا عم منكر طب شو تسوي طيب يأتي السؤال الذي بعده أرأيت إن لم يفعل إيش معنا لم يفعل؟ لم يأمر بالمعروف أو الخير ما عنده القدرة ماذا يفعل؟ ما الذي يفعله؟ يمسك عن الشر ثم وضع الختام قال يمسك عن الشر فإنها صدقة ما قدرت على كل ما سبق من أبواب الخير أن تتصدق أو تعمل بيدك وتنفع نفسك وتنفع الآخرين أو تعين ذي الحاجة الملهوف أو أنك تأمر بالخير وتأمر بالمعروف ما ستطعت؟ أمسك على نفسك وأمسك عن الشر وأحجم عن الشر يخي لا تخدم خلاص ما هتعطينا خير؟ اكفينا الشر لذلك المثل العام الناس تقولوا كافي غيري شري الناس تقول كافي خيري شري هي كافي غيري شري يعني غيري من الناس أنا كافيتم شري كافي غيري شري ابتعت عن الشر فلا أقع فيه ولا يقع فيه غيري بسببي فهذا الرجل الذي كفى غيره شره تصدق كان داخلا في باب الصدق التي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنها صدقة يكف الشر أو يمسك عن الشر فإنها صدقة اللهم اجعلنا ممن يتصدقون ومن يقدمون على الخير بكل هذه الأبواب لا بابا واحدا بل اجعلنا من المقدمين في كل هذه الأبواب وأن يكرمنا وإياكم نكون ممن يسعون في صدقات الناس وينفعونه من نفسهم ويغيثون الملهوف ويمسكون عن الشر ويقدمون للخير اللهم امين اللهم امين أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم برفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم وحتى ألقاكم سؤال آخر يجيب عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم أقول لكم دمتم في الخير والطاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة